تعرضت منطقة الشرق الأوسط لأفة خطيرة وهي اللشمانيا المعروفة أيضا باسم حبة حلب إذ بدأ الوباء هذا ينتشر في جميع أرجاء المنطقة سريعا وسط تحذيرات من تفشيه إذ بدأ هذا الوباء بالظهور في سوريا وتحديدا المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش كرقة وديرزور والحسكة على وجه الخصوص حيث يقول الهلال الأحمر الكردي إن إلقاء تنظيم داعش للجثث المتعفنة في الشوارع هو السبب وراء انتشار المرض وقد تزيد مخيمات اللاجئين المؤقتة من فرص انتشار المرض بسبب سوء التغذية وسوء المسكن ونقص المنشآت الطبية واقتضادها وذلك بجانب توافر المناخ المثالي والمفضل لدى ذبابة الرمل التي تحمل هذا الفيروس دكتور محمد محمود مسؤول الأمراض الوقائية في وزارة الصحة سابقا للحديث عن اللشمانية المنتشرة بين السوريين داخل سوريا وخارج سوريا دكتور كنت تتحدث عن تعريف لهذا المرض الذي ينتشر حاليا هو المرض يعني المرض مثل ما انا المرض كان معروف بمرض حبة الحلب موجود كان بسوريا كان موجود بيبروت هذول كان المناطق الأكثر من انتشارا بسوريا بعد الحرب التي شنها النظام على الشعب السوري ونتيجة التنقلات ونتيجة تلوث البيئة بشكل كبير جدا ونتيجة تنقل المهجرين ونتيجة الجسس المنتشرة بالشوارع ونتيجة حتى تكرير النفط التي أصبحت على الحرقات وتلوث البيئة كل هذه العوامل فعدت على انتشار المرض الأشماني وانتقال الكلاب والباهوض وكل هذه الحيوانات التي كانت موجودة في المناطق الثانية للمناطق الشرقية وهذا انتقل زبابة الرمل زبابة الرمل المعروف أنه دائما عم تأخذ من الحيوانات للإنسان أو حتى من الإنسان للإنسان بانتقل يعني التعرض للساعات هذه الذبابة هو ما ينقل هذا المرض للإنسان هو الذي ينقل المرض للإنسان يعني وفي ثلاث أنواع للمرض الإشمانية في مرض جلبي وهذا المعروف العالمي الأكثر شيء وتعمل تجهوهات جلبي تبقى مع الإنسان طول الأمر وفي حتى الإشمانية الحشوية أو الحشوية وهذا المرض إذا أصاب الإنسان تؤدي إلى حتى الوفاة باعتبارها يدخل داخل الإنسان نعم طيب هل هذا الوباء معدي من شخص إلى آخر دكتور؟ غير ما دي من شخص إلى الآخر أما إلا إذا انتقل من زبابة الرمل إذا ندغ إنسان من طريق دم هذا الدمو انتقل للإنسان الثاني لدي سؤال من شقين الآن دكتور يعني هذا السؤال أولا ما هي أصغبات التي تحول دون القضاء على هذه الذبابة يعني برش مبيدات حشرية من نوع خاص وأيضا لإيصال اللقاحات للمناطق المصابة كي لا ينتشر الوباء بشكل أكبر أستاذ الكريم بس بدي أعطيك لمحة يعني مثل ما قلت بالبداية أنه مرض اللي شمالي اللي كان ينتشر بحلب حوالي أكثر من 20 سنة ما حسنوا يقضوا على المرض وكان معروف بين أهالي حلب فانتشار هالمرض للمناطق الشرقية أصبحت وباء ومستقع للوباء بشكل كبير وبظن الخلاص منها كتير صعب فأخاص يعني بتصير بمرحلة معينة يعني هلأ حاليا المرض للحضارة للحضارة يعني الطفينيات اللي شمانية هي مرحلة أكثر شيء من 15 أيار لآخر الحزيرات فبهذه المرحلة إذا تم قضاء عليه أو رش مبيدات يعني إصابة الإنسان بتكون أقل وأخص فبمهنة هي دائما حتى لما كانت قبل الثورة السورية النظام كانت تأخذ اللقاحات والمبيدات الحشرية من منظمة الصحة العالمية فحاليا المنظمة التي تبنى الموضوع من خلال القضاء على المرض اللي شماني هو منظمة المونيتور العالمية المعروفة هي اللي تبنت الموضوع اللي شماني بسوريا بس مع الأسف الشديس في الموضوع حاولنا قدر الإمكان بالتنسيق من منظمة مونيتور للدخول لإدخال المبيدات الرش واللقاحات لمنطقة الشرق ما حصلنا بسبب الحصار الموجود من كل الأطراف وخاصا وجود داعش وقدم سمح لها بدخولها وحاولنا دخالها عن طريق تركيا كمان عن طريق الحلال ما حسنا من دخلها بأي طريقة كانت والسنة بهذه السنة قبل أيار أو بالنسان حاولنا قدر الإمكان كمان دخلوا المنطقة الشرقية ونسقنا من منظمة مونيتور بشكل كبير وضعنا خطط كبيرة بس ما لأسف كان جوابه نهايي لإمكانيات كثير ضعيفة ومعجر من تمويل أنا أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا من غازي عنتابة دكتور محمد محمود مسؤول الأمراض الوقائية في وزارة الصحة سابقا